الزمالك يطرب الزمالك يمتع الزمالك يغني على أرض الملعب يقدم سنفونية الزمالك بطل الدور المصري للمرة رقم 14 في تاريخه كل الحكايات لا بد لها من نهاية والآن قد حان وقت نهاية حكاية جوسفالدو فريرا مع الزمالك حكاية بدأت منذ ثمانية أعوام وستظل أصداؤها للأبد في عام 2015 قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد مع البروفيسير البرتغالي جوسفالدو فريرا لتدريب الفريق المبتعد عن لقب الدوري لعشر سنوات الجيل الجديد كان لا بد له أن يكتمع بمدرب عظيم ليبدأ في بسط سيطرته على كرة القدم المصرية دون مقدمات طويلة استطاع فريرا ومعه جيل 2014-2015 في التتويج بلقب الدوري قبل أن يجمع معه كأس مصر بفوز مباشر على الأهل الغريم التقليدي مع فريرا نجح الزمالك في التتويج بالثنائية الأولى له منذ عام 1988 إنهم يحبونني وأنا كذلك أحبهم رحيل فريرا عن الزمالك بعد ولايته الأولى لم يمنع أن يظل حبه عالقاً في قلوب الزمالكوية جماهير الفريق تعلقت به كما لم تتعلق بمدرب في العصر الحديث وظلت فكرة التلاقي مجدداً لإكمال باقي الحكاية حلماً يراودها دائماً مجدداً وفي ظروف صعبة ووسط نتائج سلبية في كل البطولات مع إيقاف للقيد ظن كثيرون أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق لكن مجلس إدارة الزمالك رأى في مدربه القديم ومحبوب الجماهير فريرا حامل الشعلة الذي بإمكانه إشعال نار المنافسة مجدداً عاد فريرا وسط ظروف مستحيلة استطاع قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري مجبراً الخصم على الاستسلام قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع لأنه أدرك أن لا مجال في تفريط الزمالك في اللقب عاشقاً للثنائيات وصائداً للبطولات أبا فريرا إلا أن يجمع بين لقبي الدوري والكأس مجدداً في ليلة زرقاء تألق فيها الزمالك في استاد القاهرة لتتلألأ سماء ميت عقبة بأفراح جماهيرية غير مسبوقة مع فريرا ومجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بناد الزمالك فاز الفريق بثنائيتين من أصل أربعة ثنائيات حققها الأبيض عبر تاريخه إنجازات لن تمحوها فترة سيئة على مستوى النتائج ولا رحيل عن تدريب الفريق قيمة فريرا يدركها مجلس الإدارة جيداً ولذلك قرر المستشار مرتضى منصور عرض منصب المستشار الفني على البروفيسور الذي شاب شعره في كرة القدم ويعرف كل تفصيلة فيها رحلة فريرا على مقعد المدير الفني للزمالك وصلت للصفحة الأخيرة لكن وجوده في قلوب جماهير الزمالك لن يمحى للأبد شكراً فريرا لقد كان شرفاً لنا وجودك داخل جدران الزمالك شكراً فريرا يعود